السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو السابق اتعلمنا ازاي نرسم الارضيات في برنامج R في هذا الفيديو هنتعلم في الفيديو ده طريقة اظهار الارضيات في برنامج R بداية هنرسم ارضية زي ما تعلمنا في الفيديو السابق بهذا الشكل علشان نبتدي نظهر الارضية بتاعتنا نسأل نفسنا سؤال هنظهرها بلون ولا هنظهرها بتهشير علشان نظهرها بلون كل اللي علينا ان احنا هنختار البلاطة بتاعتنا اللي في الاول ثم نضغط الكيمين نذهب الى Override Graphic In View منها هنختار By Element هنظهر لنا مربع هنروح لحاجة اسمها Surface Better ممكن تلاقيها مقفولة بهذا الشكل اضغط بس على السهم اللي جنبها ده هنظهر لك الخيارات بتاعت Surface Better هتلاقي فيها مقسومة نصين نص For Ground ونص Back Ground احنا خلينا في Back Ground هتلاقيها فيها خيارين Better و Color نختار منه نوع الأظهار Color لون الأظهار ممتاز ممتاز جدا طيب هنروح للبترنة دي ونضغط على By Materia قايمة بجميع أنواع الأظهار هنختار منها Solid Fill عشان هنظهر بلون طيب بعد ما نختار Solid Fill هنروح لللون ونغير اللون وليكن هنغير ونختار اللون ده ثم نضغط Okay apply Okay كده احنا قدرنا نظهر الأرضية بتاعتنا بلون تمام طيب هنروح لو انا عايز ادي تحشير للأرضية مش لون اعمل الكلام ده ازاي اختار البلاطة كليك يمين روح اختار Override Graphic in View منها اختار By Element هيظهر لك نفس المربع السابق هنروح للبتر ونضغط على By Solid Fill او الجزء اللي في السهم ده هيظهر لنا قيمة بجميع أنواع التهشير في الأرضية هنختار منها هو اللي يكون التهشير اللي يعجبك هو اللي يكون هنختار الكرص تمام تمام بعد كده من هنا من color ممكن تختار اللون بتاع الخطوط بتاعت التهشير وليكن هنختار اللون البرتقاني هو هو مفيش مشكلة تمام بعد كده لازم في خطوة مهمة جدا لازم تعملها ممكن تلاقي الخطوط بتاع الخطوط بتاعك صغير طيب نكبره ازاي هنروح للمربع اللي جنب التهشير ده ونضغط عليه هيتفتح معنا مربع في ألم في الأسفل كده مكتوب عليه Edit Fill Better اضغط عليه في الجزء اللي في الأسفل هتلاقي يدخل مع المدفع النيان سوى ستختار 25 ميلي ونعد 25 ميلي ثم اضغط 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 هتشوفه شايف ان اللون مش مناسب تقدر تغيره تضغط على البلاطة كليك كيمين اه 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 منها هنختار اه اه باي المنت تمام بتتدي تغير في اللون وليكن هنخلي مثلا اللون الابيض وليكن اختار اللون الابيض اوكي ابلاي اوكي هتلاقي تشيير بتاعك ظاهر معك بكل سهولة دي كده طريقة اظهار الارضية كسيرفيس كسيرفيس طيب لو عايز اظهرها بش مهندس كقطاع انا عملت اواخد قطاع في المبنى وعايز اظهر السمك بتاع الارضة دي اعمل الكلام ده ازاي الاول روح اخد قطاع اذهب للعالة هتلاقي فيه علامة ايقونة القطاع اضغط عليها بفكرنا بالسيف وبتدي ارسم قطاع بعد مرسمت قطاع تقرب كده وتضغط دابل كليك على القطاع ده دابل كليك عشان ادخلنا على صفحة القطاع على شاشة القطاع ممتاز علشان اظهر بقى السمك ده في القطاع اعمل ايه اختار البلاطة كليك يمين اختار منها هتختار المرة دي بقى مش هنروح للسيرفيس بترن هردخ لقاءة بطاع ده في القطاع بعد م vir 30 już نختارeno برضو ال buy Jراوند برضو ال爸 جراوند ت�� ال background ندفücken ايه نختار نعمل اللتو اللي احنا عايزو انوالياكن هنظهروا المرة المرة توولى بلون هنختار solid fill منها من هنا هنختار اللون اللي يعجبنا وليكن اللون الاصفر ثم اضغط اوكي ابلاي اوكي حلاقي ان الفيل ظهر في القطاع ممتاز جدا طيب ابو شمهندس لو عايز ادي له تهشير اعمل ايه اختار البلاطة الكيمين اه اوفر رايت جرافيك ام فيو باي المنت من الكات باترن برضو الباك جراوند ابتدي هنا بدل ما سولد فل هنختار التهشير اللي عجبنا وليكن هنختار تهشير بقى خطوط برحتك يعني ولكن هنختار الكروس اختار الكروس بعد ما اخترت الكروس هنا اللون بتاع التهشير زي ما تتكلمنا من شوية ولكن هنغيره هنختار مسلا مرة دي اي لون ده لون الاحمر ده لون الاحمر ابلاي هنبتدي نغير في الاسكيل هنا لو لدينا الاسكيل كبير هنا الاسكيل كبير مسلا ممكن اخليه عشرة وعشرة عشان يظهر معايا ثم اضغط اوك 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 هلاقي ان التهشير ظهر معايا لقيت ان المسافات كبيرة والتهشير كبير اضغط عليه مرة تانية كليك كيميل وبرات جرافيك ان فيو باي المنت وابتدي غير في الاسكيل اضغط هنا واضغط على علامة الالم اللي ادت في البترد وابتدي بدل معاشرة خليها وليكن تلاتة وهنا تلاتة اوك 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 هتلاقي ان الهاتش بتاعك صغر دي كده كانت طريقة اظهار الارضيات سواه في السيرفس في السطح او في النهاية اتمنى من حضرتك انك تتابع هذه المحاضرة للنهاية وتطبق وتتدرب على على طريقة الازهار اللي احنا شرحناها على اي مشروع عندك مرة واثنين وثلاثة ولو في اي استفسار او اي كومنت عندك او اي حاجة مش مفهومة اتمنى ان انت تكتبها في التعليقات على هذا الفيديو وفي النهاية بتمنى من ربنا ان انا اكون ادرت اشرح لكم او اوصل لكم المعلومة بمنتهى البساطة وبطريقة سليمة وبطريقة مزبوطة لان موضوع الازهار في برنامج الريفت موضوع مهم جدا 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 بنحتاجه كتير في شغلنا في اي مشروع سواء طريقة الازهار للسيرفس او طريقة الازهار للقطاعات او حتى طريقة الازهار او حتى طريقة الازهار دي المشروع كتصميم او طريقة الازهار للمشروع كرسومات تمتزية بشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى باذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته